مرحباً، هذه التحديد من الإنسپاير إترناشنال أكاديمي لتحديد من الإنسپاير فوتبال ليك اليوم معنا اللاعب سلطان الشهري والنعم عليك سواء فإش رأيك المباراة؟ مباراة كويسة فريق اللي واجهنا ما كان بالصعب بره ولا وبالسهل يعني لكن احنا كنا افضل منهم من نواحي عدة مثل التناغم الباسات الشوتينج وتسجيل الهدف طبعا ممتاز خلينا نتخلم عن هدافك شجلت هاتريك صحيح هل في هدف معين عجبك؟ والله الهدف الأخير اللي هو الثالث ما توقع تيخش الحارس لكن سوى غلطة أن حاول يصدها بيد لكن ما ضبطت معه فالهدف كان رهيب من بره المربع فهذا الشي كويس وسوينا سستات وللشباب المهاجمين معي عمار ووضاح ما قصروا والله يعطيه من العافية أسست وتناغم وباسات كويسة الحمد لله الحمد لله فكان بيما وقف على وقت المباراة جاكم طرد تمام حل حسيت أنه كان تأثر عليكم؟ ولا حسيت أنه قدرت تستمروا عن نفس المستوى؟ صحيح ممكن تأثر علينا لكن خططنا لها مسبقا حاولت أنا أرجع وراء أغطي على مكان الدفاع بحيث أن المهاجمين للفريق الخصم ما يعدون من عندنا ولا يسجون الأهداف وبهذا الطريقة حققنا انتصار انتصار سهل الحمد لله الحمد لله فمبركة تهل عمشي الله يبارك فيك ففزتك المباريات مستوى وداء ممتازة الحمد لله لكن الآن الفريق اللي جاية أفرقها أقوى وتنافس أقوى فحل خطة تتغير ولا ننظر تقل نفس الشيء؟ لا طبعا حتتغير حنحاول نحسن مستوياتنا الفريق اللي بنواجهها للمباريات القادمة في الأدوار الإقصائية الفريق ليست بالسهلة وإنما فريق صعبة ولكن سنكون لهم بالمرصاد وبإذن الله سننتصر بهذا الدوري ونحقق أفضل النتائج إن شاء الله إن شاء الله ونشكر إدارة المدرسة وقسم التربية البدنية على الجهود الرائعة الطلاب المنظمين المتطوعين كلهم إن شاء الله تبارك الله نسوين شغلهم بجدية ما قصر أبد فأهم سؤال ما عندك مشكلة إذا تصورناك ونزلناها على يوتيوب ما عندنا مشكلة ممتاز نشكر سلطاني اليوم مع المقابلة هذه ونهاية المقابلة وشكروا لكم وعلى السعر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر